انتقاد أو عقوبة تأدبية طبعا بدأ بس من نوع آخر 15 ألف يورو عقوبة تأدبية على محامي في فورال بيرج بسبب رسوم بهزة يعني شوف تخيل برضو نخش في موضوع الفساد خيل المحامي ده هو كان محامي عن مجموعة سكان معينين كانوا بيطلبوا بربعمائة ألف تقريبا ربعمائة وسبعين ألف يورو تعويضات لما تتخيل إن المحامي ده يحجز لنفسه أتعاب ما يقارب من المتين ألف نعم بأي حق بأي حق بيطلب بده على رغم إنه هنا في النمسا يقال إن في يعني في تعريفة معينة للمعاملات المالية مع المحاميين يعني اكتب لك جواب نعم نؤدي كده الراجل ده بيقول لك كانوا كل مرة الفاتورة بتاعته ستة واربعين ألف تمانية واربعين اللي خلاه إن الموكلين بيتقعوا هم اللي لجوا لرفع قضية عليه وطبعا تدخلت نقابة المحامين وطبعا وصفت العمل بأنه عمل مهين للمهنة نعم وللنقابة نفسها وضح لنا بقى رأيك في الاحتيال ده من نوع آخر بس المرة دي مش سوري والعراقي المحامي نمساوي نعم محامي نمساوي نعم محامي نمساوي فعلا قام باستغلال يعني عدد من الأشخاص الموكلين لتقديم يعني خلينا نقول قضية معينة فبالتالي تبين أنه هاي الأجور اللي آخرها قاموا الأشخاص اللي اللي هم فعليا بيوكلوا بالتشكي عليه لنقابة المحامين النقابة صار في شكوى عليه بالمحكمة بس النقطة الهامة هنا بالموضوع أنه لم يتم الكشف عن هذه القضية إلا بعد أن حكم عليه المحامي واستألف إلى المحكمة العليا أنا شوف أنت يعني حتى المحامين فعليا يقال لك في نص دستوري نص قانوني ما أنه في حال المحامي يتم محاكمته لا يفصح عن اسمه لا يفصح عن أي شيء متعلق فيه أما إذا استأنف الحكم فيفصح عن القضية التي يعني حصلت فبالتالي يعني شيء جيد فبالتالي نحن نقول ونعيد ونكرر بصراحة أي أحد يشعر أنه هناك يوجد احتيال ما إن كان من خلال محامي إن كان من خلال أي شيء يلجأ للنقابة المعنية يلجأ لحماية المستهلة كمونزيومنتون شوتس أو شيء من هذا القبيل حدا باع حدا بسعر غير صحيح أجر شقة بشكل كبير استغلالي روح يشتقي يا عزيزي لا تظلك تعود لا تظلك تصبر على أنك حتى لو شوفها حتى لو الشخص شعر أنه يوجد هناك حالة احتيال اذهب اسأل ابحث ابحث يا عزيزي اليوم حتى لو عندك مشاكل لغوية استخدم جوجل استخدم جوجل استخدم أي طريقة حتى تحصل على حتى تحصل على المعلومة الصحيحة وين فيك تشتكي القصد أنه نحن بنحاول نشجع كل من يسمعنا ويشاهدنا اليوم دائما على أن لا يرضى بأي احتيال يعني احنا ليس الموضوع الخبر احنا كتير معانيين فيه ولكن هو فعليا صراحة نموذج ومثال أنه هذا المحامي تمت محاكمته وتمت إدانته طبعا هذا المحامي فقط سمعته وانتهى الأمر ما حدا يدخل مكتبه بس ده يثبت برضو أنه هناك برضو القانون فوق الجميع يعني يعني ماشي الحال فوق هالدرويش هدولة ماشي الحال أما السياسي له وضع آخر نعم